أظهرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان أصوات لا تتزعزع تحدثت فيها عن محنة اعتقال النساء السوريات وتحديات ما بعد الإفراج عنهن أصلتت الشبكة الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا إلى جانب استمرارهن بالنضال من أجل الحرية والكرمة اشتركوا في القناة 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 تنظم لنا يومن حلاق باحثة في شبكة السورية لحقوق الإنسان من لندن عبر سكايب أهلا بك سيدة يومن ما أبرز ما جاء في تقريركم أصوات لا تتزعزع أهلا وسهلا بك من قبل النظام السوري وغيرها أيضا من أطراف النزاع بالتأكيد تحدثنا خلال هذا التقرير عما تعرضته هذه النسوة من تعذيب وانتهاكات مختلفة كان من ضمنها العنف الجنسي وتحدثنا أيضا عن حالات النساء اللواتي فقطنا حياتهم تحت التعذيب لا سيمة في سجون النظام السوري تناول أيضا التقرير الطرق التي تم اعتقال النساء بها سواء عن طريق مداهمة بيوتهم أو أماكن عملهم والجرحة أو من خلال خطفهم أيضا من الشوارع والأماكن العامة وتناولنا أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بعد الخروج من المعتقل وكان هناك تركيز كذلك على قصص نجاح النساء السوريات اللواتي واجهنا الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجلء من قطعة النظير ولا زلنا قادرات على المشاركة الفاعلة على الرغم من جميع التحديات الاجتماعية والسياسية والقانومية وفي النهاية قدمنا تحليلا قانونيا لهذه الانتهاكات وقدمنا أيضا ضعب قصصيات للأطراف المعنية المختلفة في سياق الحديث تطرق التقرير إلى عدة نقاط بينها إحصائيات حول ضحايا الاعتقال والاختفاء القصري حدثين عن هذه الأرقام وكيف تمت عملية التوثيق؟ طبعا التقرير يستند بشكل خاص إلى المقابلات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيدات الناجيات من الاعتقال التعصي وأيضا التعذيب أما عن أرقام ضحايا الاعتقال التعصي والاختفاء القصري على وجه التحديد فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يزيد عن عشر آلام سيدة ما تزلنا تحت الاعتقال أو الاختفاء القصري على يد أطراف النزاع والقوى المسلطرة في سوريا وذلك منذ عام 2011 وحتى كانون الأول 2021 طبعا 78% من حالات الاعتقال التي سجلناها كانت على يد قوات النظام بينما احتل تنظيم داعش المرتبة الثانية إذ اتقنا اعتقال 225 سيدة على يد التنظيم هيئة تحرير الشام حتى المرتبة الثالثة ومن بعدها صائل في المعارضة المسلحة ومن ثم قوات سوريا الدماء سيدة يمن في سيقل إجراء عمليات هذه التوثيق نحن نتحدث الآن عن أشارتي إلى عشرة آلاف سيدة هناك أسماء لديكم بكل أسماء السيدات الذين ذكرهم وأحصاهم التقرير نعم تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بنا أسماء العديد من السيدات اللواتي وطبعا جميع الأرقام الموثقة هي موثقة في الأسماء وبعضها أيضا موثقة بصور السيدات اللواتي تم اعتقال هناك ذلك أنت أشرت إلى أن التقرير تحدث عن أنماط التعذيب الممارسة بحق النساء أخبرنا أكثر عن مارس الطمو في تقريركم طبعا كان هناك أرقام صادمة فيما يفص ضحايا التعذيب سجلنا مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المساعدة في سوريا وأيضا ذلك منذ 2011 حتى التعامل الأول في 2022 قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن مقتل 95 سيدة تحت التعذيب بينما كان مسؤولية قنظيم داعش 14 سيدة قوات سوريا الديمقراطيسية تسببت مقتل سيدتين وفصائل أمهار والمسلحة تسببت أيضا بمقتل سيدتين تحرير الشامس سيدة وجهات أخرى واحدة طبعا استطعنا الحصول على هذه الأرقام سنادا لتحليل من المئات الحالات والروايات التي سجلنا فيها اعتقال النساء أيضا تمت معرفة مصير العديد من هؤلاء النساء لواتي قتلنا تحت التعذيب من خلال متابعة لفائق السجل المدني قد قام النظام السوري بإصدار بيانات وفاة لهم بمراحل مختلفة وتم ذلك في كثير من الحالات دون إعلام عائلتهم حتى أيضا رفضنا بعض الحالات التي ظهرت ضمن صور قيصر فيما يتعلق بأنماط التعذيب وطرق التعذيب أيضا هل صلتت الضوء على هذا الجانب هل من معلومات بخصوصه طبعا حصلنا على شهادات العديد من السيدات حول أنماط التعذيب وحتفتنا النساء الناجيات من الاعتقال عن هذه الأنماط فوفا للناجيات تم تعذبون تعذبهم طبعا بشدة الطرق ابتداء من الإهانات اللفظية والسينمات التفيئة مرورا بالعنف الجسدي والطلب المتكرس وعمل الأيدي أو بالأحلية أو بالكبلات الكهربائية وانتهاء أيضا بالتحرش في غلغ الأمنات وتعرض النساء للعنف الجسد الجنسي في الواقع كان هناك العديد من الشهادات الصادمة بهذا القصوص هذا طبعا عدد التعذيب النفسي حيث تعرضت العديد من السيدات اللواتي حصلنا على شهادتهم لأنماط من التعذيب النفسي منها الابتزاز بأدية مثلا أحالي المعتقلة أو طالها أو زوجها أو حتى إجبار المعتقلات على نشاهدة رجال آخرين وهم يتعرضون للتعذيب أيضا من ضمن الأنماط التعذيب كان لدينا التجويع والحكس الإنفراضي إهمال الحالات الحية وترك المعتقلات عرضة للأمراض لاسيما الأمراض الجنفية أيضا الشبح لساعات طويلة باقتصاد نستطيع القول أن النظام السوري لم يكن يقرق بين نساء ورجال فيما يقص أنماط التعذيب في سياق التقرير وما أشرت إليه قبل قليل قلت أن هناك تحديات تواجهها النساء المعتقلات لكن بعد الإفراج عنهم يعني في هذه المرحلة ما هي أبرز تلك التحديات طبعا محلة الاعتقال التعصفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من تراكز الإحجاجات بل تمتد أثارها لما بعد تروجههم من المعتقل وتتعرض لطيف واسع من الانتحاكات المتعددة طبعا بناء على المقابلات التي أجريناها تحديد ما لا يقول عن 14 نمض أساسية مختلفا من الانتهاكات التي تواجهها النساء من أبرز هذه الانتهاكات لدينا إعادة الاستدعاء للأجهزة الأمنية واستمرار التضييق الأمني على النساء معظم النساء المعتقلات اللواتي تمت مقابل لكن هنا تم استدعاء هنا بعد الإفراج عنهم لإجراء مزيد من التحقيقات في الفروع الأمنية أيضا لدينا موضوع الحمال من الحقوق المدنية والتجريد المدني كان النظام السوري يستقدم هذا الموضوع كنوع من العقوبة للمعتقلين والمعتقلات لدينا أيضا الحرمام من التعليم الكثير من النساء اللواتي كنا معتقل المعتقلات وجدنا صعوبة في إتمام تعليميين الجامعي بعد الخلوج من المعتقل أيضا لدينا الفصل التعكسفي من الوظائف الحكومية على خفية الاعتقال الترهيب والمضايقات على نقاط التحتيش الحجز على المنتلكات ومصدرتها وهذا أمر تعرض لهم كثير من المعتقلين والمعتقلات داخل سجون النظام أيضا الاستثناء من خرص التوظيف في القطاع العام إنهجير تشريع القصري المنع من التفر انفصال النساء عن إليهم هذا عدى الوصن الاجتماعي وصعوبات الحصول على مختلف انواع الوفاقات الحجاسية طبعا دائما المعتقلين والمعتقلات يتعرضون لهذا النوع من الانتهاك أنهم لا يستطيعون بسجولة مثلا الحصول على جواز سفر إلا إذا دفعوا مبالغ جدا طائلة هذا عدا عن اقتقار الوصول للدعم بمختلف أشكاله هو أيضا الضغط النفسي الذي تعرض له المعتقلات بعد التخراج عنه وقد تطرقت إلى مسألة الشهادات التي أوردها التقرير هل هناك نوع من الحماية أو ما هي إجراءات الحماية التي تتخذونها فيما يتعلق بضمان أمن من تقدم بشهادات للمرصد طبعا هناك منهجين نقوم بإخبار جميع الأشخاص الذين نتحدث معهم أن أسماءهم لن يتم عرضها ما لم نحصل على موافقة منهم أيضا نحاول بقدر المستطاع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم حصول حساسيات أو ضغط نفسي بالنسبة للمعتقلات حديثنا عن هذه التجارب الألقاثية جدا هناك مسألة أنت تشيرين إلى مسألة ما قد يتعرضون له من المجتمع بعد تقديم هذه الشهادات ربما نعم حتى عملية رواية الحكاية ليست أمرا سهلا بالنسبة لي ليس أفضل المعتقلات إنما جميع الأشخاص بهدف التقارير دائما من الصعب التحضار الآثي التي تعرض لها أما أيضا مسألة الوصف الاجتماعي هي قصة أخرى وتتعرض لها المعتقلة بمجرد فروجها من المعتقل مع الأسف ولا تتعلق ضرورة بضرود اسمها في التقديم وما شابه ذلك عند الحديث عن التوصيات وقد أشرت إلى ذلك من ضمن حديثك ما أبرز نقاط التي تقدم بها التقرير في توصياته؟ طبعا قدمنا عديد من التوصيات لعدد من الجهات المحصة بهذا الموضوع بما في ذلك مثلا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من بين التوصيات رفع وطيرة العقوبات السماعية للأفراد والشركات الداعمين للنظام السوري باستمرار ومنهجية بالقيام بهذا أيضا تقديم كل مساعدة ممتنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم مع المجتمع مرة أخرى أيضا دعم عمليات إعادة تأهيل الناجيات في مناظم النجوح واللجوء مثلا من ضمن التوصيات التي قدمنا بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا إصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تعرض لها المرأة السورية على نحو خاص لسيمة وأن حالة المرأة في سوريا خاصة للغاية عند تعرض للاعتقال على اعتبار أن النظام لا يميت بين النساء والرجال أيضا من ضمن التوصيات المقدمة للجهة التحقيق الدولية المستقلة كانت التحقيق في الحوادث الواردة في التقرير والاستفادة منها من خلال الإعداد للتقرير القادم أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فمن المطلوب منه تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضررا وتجنب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه وتخصيص مزيد من الموارد لإعادة تأهيل الناجيات بشكل خاطئ اللواتف عرضنا للعنف والاستغلال الجنسي والتزويج القصري بعد خروجهن من المتقل أيضا هناك توصيات في المنظمات النسائية حول العالم يعني مناصرة المرأة السورية وما تتعرض ضغوط من حجم انتهاكات قل نظيره على مستوى العالم والقيام أيضا بفعاليات ومشاريع بشكل أكبر لإعادة تأهيل الناجيات من الاعتقال والعذيب والتشفيذ القصري وتصريط الضوء بشكل أكبر على معاناة المرأة السورية في المخيمات النزوح واللجوء وفي مراكز الاحتجاز هل كان هناك خطاب أو ذكر للأطراف المنتهكة في سياق التوصيات؟ بالتأكيد دائما في تقاريرنا نوجه التوصيات للنظام السوري على وجه التوصيات الأبرز في عملية الانتهاكات يطلب من نظام سوري الأزام المعاهدات الدولية التي صادقة عليها بنفسه الانتزام بالقانون الدولي وتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سوريا عند الحديث أيضا سيدة يومن عن التقرير عادة ما تكون هناك اجتماعات لمناقشة هذه الملفات في جينيف من ضمن أعمال المفاوضية الإنسانية والجمعيات المتعلقة أو المنظمات المتعلقة في الأمم المتحدة هذا التقرير سيؤخذ لهناك وسيتم طرحه؟ في الواقع تم التقرير بشكل مسبق في لاهاي ضمن فعالية تحدثت عن نضال المرأة السورية من أجل انتزاحه وفقه من أجل محاس مرتكبية الانتهاكات في حقها وبالتأكيد هذا التقرير كغيره من التقاريم المقرر أيضا أن تتم مشاركة مع جميع الجهات المعنية كنوع من التوفيق للانتهاكات الحاصلة بحق المرأة السورية عندما الحديث عن التقرير ولو أختم معك بهذه السؤال ما أهمية هذا التقرير ضمن إطار التذكير بملف المعتقلين كجزء من أي حل سياسي يمكن الحديث عنه في سوريا طبعا من الواجبات الأساسية التي نلتزم بها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي الاستمرار في توثيق وفضح انتهاكات النظام وأطراف الصراع الأخرى كذلك وكما تعلم فإن ملف المعتقلين هم من أبرز الملفات التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وتثبت أيضا حالات انتهاكات القانون الدولي والمواثيق الدولية التي صادق عليها النظام وفي كل مناسبة يتم فيها الحديث عن محاسبة تكبيئة الانتهاكات نعمل على مشاركة بياناتنا التي تثبت صواته هؤلاء على أمل أن لا يتمثل من الإستاذ من العقاب وبتأكيد بعد مرور كل هذه السنوات في حصول أي تقدم لهم في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى قات من الواضح عدم جدية النظام السوري في إيجاد حلول كل ما هيهم وطبعا هو البقاء في السلطة على حساب الشعب السوري وبالتالي دائما نعيش التأكيد على أن الخطوة الأولى بالإيجاد حاليا لن تكون سوى الانتقال السياسي وإستقام الحالي شكرا سيدة يومن حلاق باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من لندن عبر سكايب